اشتركوا في القناة نقول لكل الزملاء وزميلات في دنيا يا دنيا في رؤيا وكل الناس اللي عم بتشوفنا من كل مكان نحن دائما بنعمل تحدي كل يوم ثلاثاء على الأغلب عم نكون أنه نحاول أنه طبيعة التحديات يكون شكلها رياضي أكتر الهدف تجيع الناس على ممارسة الرياضة وأنه نعطيهم دافع أنهم يمارسوا الرياضة ينتبهوا على صحتهم ينتبهوا على اللياقة البدنية تبعهم لما درستنا أيامنا أيام الجامعة عن تعريف اللياقة البدنية بيحكي أنه اللياقة البدنية هي أنك تستطيع تعمل كل أعمالك اليومية بدون ما تحس بتعب وبالإضافة أنك تحتفظ بمخزون من الطاقة للأشياء الطارئة إذا واحد صار مع أشي طارئ لا سمح الله أنه يقدر أنه يمارسوا على الأغلب نحن حياتنا المدنية ما بتحتاج منها مجهود بدني عالي لأنه على الأغلب نستخدم السيارات نستخدم المواصلات طبيعة أعمالنا معظمها مكتبية للأشخاص لطبيعة أعمالهم مكتبية ولكن في أشخاص آخرين بتحتاج طبيعة أعمالهم لياقة بدنية فأنا اليوم جبت معاي هذا المتوازي بنحاول نتحدى الناس ونشوف مين بقدر يقفز عن المتوازي هي الفكرة أنه نذكر ناس باللياقة البدنية وإمتى آخر مرة أنه جرب يقفز عن إشي عالي مثلا يعني بس نرجع أحكي لي رندا أنت إمتى آخر مرة جربت أنك تقفزي عن إشي عالي فالشاب صلاح الخير إيش اسمك؟ أنيس أهلا لي أنيس أنيس رياضي وبروحه وبتنقل بالدراجة الهوائية شوائك تجرر معاي القفزي أشوف لياقتك يا أنيس يلا خلي البسكليت هنا على الجنب يلا أنيس بدي قفزي هيك بس من الرجلتين بس هيك وننعلي لك نشوف التحدي يلا يا أنيس شجعوه لأنيس روح قال عليك رياضي أعلى شوي يلا شجعوه لأنيس شجعوه شجعوه أحلى أنوس يلا جرب وان تو ارجع لورا شوي آه يلا الله عليك بطل كمان شوي شوي صغير يلا جرب تعال الله علي أبو الأنوس يلا دير بالك بس الله عليك برافو عفوا أنيس شكله رياضي برافو عليك لنحكي معه شوي بتلعب رياضة أنيس ولا أنك ممارسة الدراجة الهوائية أو أنك تتنقل على الدراجة الهوائية عم بساعدك والله بس ستنقل على الدراجة الهوائية شوي بس كان أديل فترة يعني كنت شغال في مطعم كنت توديني كل سبع سنين بروح واجي بها عاطية حلو يعطيك العفية وحاسس أنه هاي ما شاء الله عليك نحيف ووضعك كويس حاسس أنه ليقتك منيحة ليقتك كويس الحمد لله الحمد لله طيب تلعب رياضة؟ يعني شو بتعمل؟ كنت رياضي بس مع شوفير التاكسي بطلت رياضي عم نشوف يعني أحيانا طبيعة عمالنا بتخلينا ما نقدر أنه نمارس رياضة ولكن ركان شو رايك تجرب ركان على هذا الارتفاع يلا على السريع ركان شكله رياضي الله عليك يا ركان عليها شوي يلا بطل 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 وثب ركان يلا عليهم الله عليك أعلى شوي يلا دير بالك شوي شوي يلا ركان يا سلام عليكم والله يشوف كل الشباب رياضيين اللي معنا اليوم أنيسوا ركان ما شاء الله عليها كمان شوي شوي صغيرة يعني ارتفاع تقريبا 50-60 سنتي يلا أبا والله إنك مطل أنا اليوم كتير مبسوط يعني التحدي اليوم شغال مية بالمية والناس عم تقفز هاي أنيس وهي ركان الله يعطيك ألف عافية ركان حكي لي يعني قديش مهم إنه الواحد يلعب رياضة ويمارس رياضة؟ والله كثير لأنه حسب كل واحد حسب طبيعة عمله يعني أنا طبيعة عملي سايق تاكسي بس أيام الصبح يعني بطلع بمشي أمرات الماسة بطلع بمشي باشتغلش على التاكسي يوم كامل أنا لساعة أربعة فبعد الساعة أربعة أيام بطلعني يمشي الواحد بحس بتعب بس برتاح داخليا لما يكون رياضة وهيك لازم الواحد كل فترة فترة يلعب رياضة ما شاء الله كم عمرك الله يعطيك كل عمر؟ ما شاء الله في ناس من أصدقائك أو سملائك نفس العمر بتحس إنه ما بقدر ينطوا هاي الستين سانتي تقريبا؟ كثير يعني طبيعي الجسمي يعني شوي في ناس كارشو هيك ما راح يقدر ما راح يقدر ينط أنا متأكد يعني يعني عم نحكي إنه ممكن في يعني فيه أشخاص يكون في هذا السن ثلاثين سنة أو يعني ما يقدر ينط هذا الإشي مش لا لأي إشي ولكن بجوز لأنه ما بمارس الرياضة ما بيفكر إنه ممارسة الرياضة إشي مهم ركان الله يعطيك ألف عافية شكرا 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 يعني متل ما شفتوا أنا كنت موفق ومحظوظ اليوم إنه أنيس وركان لياقتهم كانت ممتازة وقدروا إنهم ينطوا هذا الإشي بدي أحاول شوف نحنا متخبيين على الكربة خليكم معنا فيه كمان أشخاص شكلهم طبيعة عمالهم مكتبية نوعا ما خلينا نجرب نتحداهم صباح الخير كيف حالك عمي؟ شو الأخبار؟ أنت على الهواء مباشرة أنا اسمي هيثم كيف حالك؟ مرحبا أهلا بي فوز الخصائرنا أهلا وسهلا سيد فوز نحن على الهواء مباشرة برنامج دنيا دنيا في رؤية في عنا تحدي صغير حضرتك مش لابس الرياضة ولكن هو بجوز ناخد الفكرة تحدي القفز ممكن إنك تجرب تقفز عن هاي؟ لا صعب ليش؟ وأنا شباب مقدش أقفز عنها طب ليش؟ لأنه العمر ما بسمح النقفز لا يا زلمي انت ما شاء الله عليك شباب طب لو وطناها شوي يا عمدك تسويها 20 سنتي تقفز عنها تجرب آه يلا تعال هاي سيد فواز يعني واضح إنه مش يعني مجهز مش لابس الرياضة يعني بالملابس المكتبية ولكن ممكن آه دنيا الصبح شو رأيك أنا وياك؟ جرب هاي على الآخر بس تعداها تعدي أيوة بس تعداها تعدي بركي أعطتك دافع إنك تلعب الرياضة إن شاء الله كل إشي قد مكان بسيط وأد مكان نحن منحسه سهل ولكن نحن بجوز من خاف من إنه نجربه خصوصا التمرين الرياضية وخصوصا الأشياء اللي بتتعلق في الرياضة تتعلق بإنه نحن نستخدم جسمنا فيك إشي واحد ممكن يضطر إنه يخفز عن مكان مثلا مرتفع 50 سنتي ممكن تكون حياته لا سمح الله متعلقة بإنه يهرب من إش معين أو يخفز من إش معين فلازم يكون فيه عندنا حيز من اللاقة البدنية إنه نستخدمه في الظروف اللي ممكن إنه نتعرض لإلها في حياتنا اليومية هاي رسالتي إن شاء الله تظلوا بصحة وسلام إلى اللقاء شكراً هيثم إن شاء الله دائماً أنت تظلوا بالصحة والضحكة الحلوة وتنشر لنا دائماً طاقة إيجابية وهيك لمساتك الكثير محمسة بتكون بالبرنامج شكراً هيثم نهرك سعيد